الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أين تدفن الأعضاء البشرية المبتورة وهل يجوز حرقها وهل يجوز حرقها الله يفكرك شهادة فكرتني في الأعضاء البشرية التي عثر عليها بمقبرة الزفزاف في سكيكدا قرب المفرغة العمومية وتبين أنه قد تم إخراجها من المستشفى العمومي عبد الرزاق بوحارة وهي أعضاء لأشخاص تم بترها استشفائيا وأخرى لمولودين حديثا لم يكتم النمرهم تم دفنها لكن لم يراعى شروط الدفن مما ساعد الكلاب الضال على نبشها مدى بنا وزير الصحة ربي عمر دارو ويعطيه من كل خير ويجري الخير على يده مدى بنا الصيبو ظياف يفتح تحقيق في هذه المسألة الأعضاء البشرية التي وجدت في المزبلة أعضاء مقبرة الزفزاف في سكيكدا قرب المفرغة العمومية السائل يقول أين تدفن الأعضاء البشرية المبتورة انتهى الجواب موجود في السؤال تدفن في الأرض في التراب ولا يجوز حرقها عندنا معاشر المسلمين يا وإحنا مسلمين إحنا ما رناش نصارى وما رناش عباد النار وما رناش عباد البقرة عباد البقرة يحرقون جثث الموتى لما يمتلوا ميت يحرقوا بالنار وكي يحرقوا بالنار يدي هذا كرماده تعيده في قرعة ويحطها في الدار نهار تزوروا انتهى في دار ويقول لك هذا جد جدي هي قرعة ويحطها في الفلكحة لا هذا جد جدي وهذا جدي وهذا وليدي وهذا مرتي ولذلك وحد الهندوسي عباد البقرة مات باباه في الهند وهو يخدم في مطعم في دبي يخدم في مطعم في دبي ملا كيمة باباه حرقوا ورفضوا رماد التاعوا وداروا له في قرعة صغيرة باتوا هولوا باباه ملا حطوا في المطعم في فوق واحدة الرفوف هكذا حط ارماد تعباباه بعد مدة يجي واحد للمطعم ويطلب يقليولوا ماكلة ويشويولوا يقولوا مديروا لي فلفلكحل يروح واحد من الخدامين المسلمين وهو لا يعلم صاب هذي كرماتك حل عبالوا في الفلكحل عمر عمرها مليح خدمها له طيب له حط له كلا شبع وبعدها جاهدك لهندوسي بدأ يعيط وروا باباه وروا باباه قالوا له ما شفناه شونا قالوا مكتحت بابانا في هذه البلارة بلارة صغيرة كان هنا قالوا له خلاص شوينا بها الحم وكلها السيد حسبونا الله ونعم الوكيل إذن نحن مسلمين لا يجوز حرق أعضاء يعني الأعضاء المبتورة من المرضى ولا الأجنة وإنما إكرام الميت دفنه تدفن ولما نقول تدفن تدفن في شروط صحية في شروط طبية يحددها الخبراء يحددها الأطبة يحددها خبراء البيئة ويحفر لها جيدا في التراب ويعني تخصص أماكن تابعة للمستشفيات تدفن فيها الأعضاء التي تقطع من الأحياء أو الأجنة التي تموت وتخرج قبل وقتها ميتة هذا هو الواجب شرعا ولذلك إذا كان وزير الصحة يسمعنا مدى بنا يمنى حرق أعضاء الناس ومدى بنا يمنى حرق أجنة الموتى وهذا الأوروبي لم يقرروا فينا ويعلموا فينا ويقولك لا لا لازم تحرق لأسباب صحية ولأسباب طبية ما لا أحرقوا الموتى أنتعكم أحرقهم هوا الميت يدفن حتى في أوروبا الميت يدفن في التراب كيف العضو انتعوا ما لا يحرق قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه بما أن الكفار يحرق أعضاء الموتى نحن نحرقهم لا لا علينا أن نتميز عليهم مدى بنا إذا وزير الصحة يسمعنا يدير جلسة في هذه المسألة فيها الأطباء وخبراء البيئة وعلماء الشريعة ويخرج بقرار وقانون أن أعضاء الموتى تدفن ولا تحرق فهمتوها أول ما فهمتوش الله فهمنا سائل يقول أنا رجل طلقت زوجتي منذ مدة وعندي معها ابنة تعيش مع أمها وأكتب لك يا شيخ هذه الرسالة لأستفسر عن موضوع يخص ابنتي وهو أنه تم إمضاء عقدي زواجها في البلدية بدون حضوري وبدون علمي بهذا الزواج ولم تتم استشارتي في هذا الموضوع لا أنا ولا عمها ولا أخوها الكبير وأظن أنها الآن قد تزوجت قال عليه الصلاة والسلام من تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل فزواجها باطل فزواجها باطل والزواج بلا ولي هو الزنا وش لي فرق بين الزواج في الحلال وبين الزنا في الحرام وش لي فرق الولي والصداق والشهود ورضى بين الطرفين والصيغة والإشهار كيف بابها حي يا عجبة بابها طلق يماها ما طلقش ولاده ما طلقش بنته ما يقدرش يطلق بنته الطلاق يقع بين الرجل ومرأته لا يقع بين الرجل وابنته هذا ما شي زواج هذا هو الزنا بعينه وأنفه يقول السائل مع العلم يا شيخ أنني ذهبت إلى البلدية واستفسرت عن الموضوع وأخبروني أن هذا الزواج غير باطل في القانون كل قانون أسمع كل قانون يخالف الثابت من أحكام الشريعة الإسلامية فهو قانون خارج عن القانون أكون تسمعوا دخلوها في عصانكم والله لا ينفعكم يوم القيامة أنكم تقولوا يا رب هذا قانون كما قالت لوحدة الممثلة ممثلة تمثل في الفيلم باللي رقدها مع الرجل وهذا كان الرجل ماشي رجلها وحتى إذا كان رجلها ما يجزل تصورها وتديرها في الفيلم لكن لما قلت لا حرام عليك حرام عليك كيف ترني باللي ترقدي مع الرجل وهو أجنبي وهو حرام عليه عنده مرت ويحيق معها وانتي عندك رجل كيف قلت لا لحنا خاطئنا ليكتب السيناريو هو لدار هذه اللقطة ليكتب زعم ليكتب ولا تخطن بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه زعم ليكتب هقدك واحد آخر يحيش بالشراب لأن كين واحد يفتح مخمار لا لا كل شاء تتعلق مكرح والله لا ينفعك أنك تقول القانون أولا القانون فيه ضبابية وفيه تحايل والقانون يقول يعقد زواج المرأة وليها أو من تختاره من أوليائها ليعقد القانون الجزائر يقول ليعقد زواج المرأة الولي ينتح في حالة غياب الولي من تختاره من أوليائها ليعقد من تختاره من الشرع زعمة خدس قد قلوا أخويا أروه أعقد لي لا يصح هذا ولا ينفعهم أنهم يقول كين في القانون القانون فيه الربا فيه الزنا فيه الحرام فيه كل شيء حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته